كح 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 مش هيكح مش هيعقص وكحح تقص وقرارات بادة كله على بعض يعني المفيد شربه من البريد بثلاثة الاف حزب الله منظمة ارهابية والله هذا اللي قالوا قالوا هكا حتى انه عبدالباري عتوان في مقاليه اكتبه قال لتجري مزراء العرب لحزب الله وصفه بالارهاب اكبر اهدية لاسرائيل وهو زيدا قال بمثابة التشريع لحروب الكيان السهيوني القادمة في لبنان وغزا وقال انه القرار هذا هو نهاية للعرب المشترك المرتكز على المقاومة واندمام الكيان السهيوني لجامعة الدول العربية على الابواب يذولي ان غريبة برشا غريبة كيفاش تجهل بين وزراء الخارجي العرب تجهل بشيدين التعادل السلبي بين فريق الخوية القطري وفريق ذو بهن الايراني في اتار دوري ابطال اسيان هارين اللي فيتو غريبة على فكرة موان دزويتان ماتش اذيك ليه؟ خطر لمسكني بهذا البحالم وريد حتى التونسي مع القطريين غادي هاوكا عندي قصيدة مزين هنحب نقرهي لكم في زمن العرب الحقير حزب الله طلعر هيبي مستبسي حتى البشير اجتمعوا الكل على النصر الله خفوا علينا من التنصير ونجمة اسرائيل تتعلى وترفرف راية شمير وشجرة كيري من هالغلة ونار الفتنة لها كير انضيعوا فيها سنة وشيعة والكل في بيس المصير وتفرح اسرائيل تتهنى بسلامة الجبير مش هذو ما اسقط ملة يلا علينا بالتنبير سقط القناع عن القناع سقط القناع هاوكا لازر الذاوي بتصرف التنبير التنبير ثم التنبير عيب ذيفنا نحشموهم هذا اللي قالوا سيد وزير الخارجية متاعنا فات منهم قالوها الكلمة ما عادش فيها كهو حسيلوا في ذيف التونس وحدها وفي كل شيء ذهلي وحدها بالمنجد تونس وحدها ما لي قتلك وحدها ايو يبقوا لي شو مدخلك اه ما عنداش حقب كلك شو مدخلك اي صحيح اي ما هي الا تونس انتي يا عمركش خلصت فاتورة عصحاب اللي يتعدى من فوق خومتكم اه لا عبدا عمري 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 ما لكن يقولك تونس ابرك من غيرها ما عادش تعاندني ما عادش تعاندونا تونس ابرك من غيرها دول دول دولنا فيش 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 الحمدول اللي احنا تمجبوا والله لك مش خاف يسكروا لك الرادي اللي دعا انا احسن حاجة خايف الهيكاة مش الهيكاة تهبط وكل تونقولك فيش ابرك من غيرها في الزمن هذا ام ما فاش ابرك من غيرها خلوني ساكت خير انا اليوم وابا اللي يقولي لي حتتكلم نبيل مشيليش احنا ما معنا التسكيره وبرر تتحمل مسئولية انتي بلحقية لا متحمل مسئولية نبيل القرار هيدا كفاه تشوفه شنين شوفه انا وقرار يشوفه اي شب ده فيبار تعرفيش نصنفه هنه سمحولي في الكلمة صنفه في باب العهر السياسي هذا هو تسمع ما عنده حتى تسمع عندنا حكام يساسه يعملوا في العار باعونا باعونا للعربان متاع النفط تعرفي يا سيدي او بعمري انا كنت معارك في بن علي بحمية تزايد عليها حتى حتى بن علي عامل في نوارة بعد ههرلي طردهم هدوم في قمة رؤسيهم طردهم طرج بولدهم عليها طردهم رجعونا من بعد هدومة يهينونا اهنا بالله بالله ومتمسكين بقانتنا رحم ما هون مش متراجعين رام اهنا 48 طيارة نستنى طيارة انا بصروح بجي يبعدون وكهو طيارة 48 طيار شو تعملوا به راهو راهو شي فدت بجاه ربي دولة اي 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 نبدو نبدو نحكو اي دول ساعة اولا اولا نبدو نحكو بجدية اولا هدومة وزير ذايا وزيرك الخارجية ذايا الجهن ماوي ولا تشت اسمه سيخ ميس جينيوي برا هذك هذك قالونا شفيك مشيت الاسرائيل تخدم قال لانا كنت موظفة تعرفش يحكي البارح قال راهو هذك وزير الداخلية راهو موظف مش سياسي اولا لنا سياسي تو هو وزير خارجية وانا سياسي اللي هو سيوزير خارجية يسمى وقت هو مبنك في اسرائيل شايخ في في تل ابيب حسن نصر الله التوانسة الشهداء الاحرار المقدمة وغيرها يعارك ماشي رفات التونسيين يرجعوا والتي تدفن في قفص والتي تدفن في تونس والتي تدفن في جيبس وكل وقت هو اشي يعمل يبوس في ايدي صهاينا غادي وياكل النهار كل في البقيلة وانا شوفش قاعد يعمل هذا هذا اليوم واليوم يتكلم على السياسي أنا سياسي يتكلم شنية مصلحة تونس ماشي ماشي هنونة معناها لي لي عنا عنا مصلحة ماشي يعطونا طرف فلوس مع سعودية وحنا في شاركة ثبت وهذا بالثابت وما غير عنا خمس سنين وقالوها كل عام وقالها الدمسي الله يرحم والديها موشد معها موزير شوي وهرب قال شاسما اليابان عطتنا قرض بواحد في المية وخطر عطتنا بسبعة في المية وقتها قطر يحب رئيسها يعلم المرزوق كفيش يسلم أسمعوا رونيهانة وصلت إلى الدرجة وما عادش ما عادش ما عادش ما عادش هذوم حكامة هذوم هذوم كي الفريق شفت الفريق قومي القطري هذوم الفريق القومي القطري وزراء قطر وسعودي نحن كي الفريق قومي واحد تونسي واحد مصري واحد هذوم هذوم هذا أشي عمل للم حزب الله أشي أرابهم سؤال وحيد أشي أرابهم فيش أرابهم شكون يرهب التونسيين يروحوا يجي يمشي غادي بكانب كفيل وما يخرج من غادي ينهار يحط بسبورة وكيتعارك هو بأدنى مواطن اللي ما عنده حتى شي يروحوا به حزب الله إيران شكون يرهب المرأة يمشي يمشي قدامها قدامها بثمانية مترو مرتها مرتها معناها يمشي قدامها بثمانية مترو قال لي هو حشاك بسمحني عنس كي يبدأ جود فيه ووحد بيفتحش بمترو شكون يرهب شكون يوكتل في الشعراء شكون يوكتل في فنانين شكون يوكتل في الحرية شكون يكفر مصباح للليل حزب الله شكون يمول في جامعات الرهابية اللي موجودة في العالم العربي كل حزب الله شكون يدكدق في اليمن المساكن حزب الله شكون يدخل في مصباح للليل شكون يحطم في سوريا بالله هدو ما هتو معناها جبهة النصر ما هيش ارهاب ما صنفوهاش وحزب الله ارهاب فادلك هالي فادلك وخستن حكم تونسي فادلكم ما زالوا يفادلكم دول نبيل هي دول تلهث ونقطة اخيرة لكسب ود السعودية تفضل قطلك دول تلهث لكسب ود السعودية لا سعودية وقترنا لي مع بعضها جمعية العمالة لامريكا احنا يا اخويا على قل عملونا لامريكا طول بجاه ربك تحبوا عميل عميل على قل خدمونا عند عميل عند وعد كبير تتخدمو عند العربان هذو ما هذو ما لعرام بشدو كفر ونفقد هذو ما همرا مرحبا كيف ما كنت تسمع معنا في القيادة بطيارة شعبي زهير حمدي شنو اقال وشنو اعتبر القرار هذا وخاصة قال انه في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي ما وصلناش للدرجة من المهنة هذي هذا في عهد فرنسا عام 48 التوانسا مشو قاومه في فلسطين عام 48 معهد الاستعمار معنا اعتبره حتى انه هو مطلب اسرائيلي امريكي معنا اه مطلب اسرائيلي سورة بكري تحكيلي كما قلت معارف الجريدة الصهيونية تقول والفرحة مش سيعاها كما يقولوا ان القرار هذي هو انجاز اسرائيل وزيرة الخارجية الصهيونية تقول القرار مهم ودقيق سيكن اخويننا الفلسطينيين ولا عندك الحق في تقول معلم موسيقى موسيقى نرجعلك نبيل يولد انت تفجرت علينا اليوم مش فجرت مش فجرت اني تونسي اني تونسي عندنا مصالح يجبنا نعرفوا اللي وفهمة تونس عندها مصالح عندها اطماع اظهما عندهم اطماع يا اظهما يساسوا يا اخويا اسماح خلونا جوع بجاه ربي بجاه ربي اسماح تتسبلوا بنا احنا ان الشعب شعب ما قالوا لكمش بروا وطونا شعب قال عمل ثورة الكرامة ثورة الحرية مشيتوا لعداء الحرية مرمدونا في كرامتنا مش يحطونا تحت تبعات قانونية تارش مناحز بالله الارهابي معناها انت البعض تقول انه ما حزب الله يحاكمك بمقتضاء قانون الرهاب وهو لمع جايش النصرة اللي يبعث فيهم اللي هما كانوا حكام في الترويكا حتى يبدو القلوب بوضوع موقف واضح البارح سيدور ديلا بحيرة الناس مع فيه واضح ويرامر سلعاج ملوريمي البارح في الفيسبوك اش يكتب الشعوب من المقاومة والديمقراطية والمقاومة اذا اكتسبت الشعوب كسبت المعركة وان ينصركم الله فلا غالب لكم وصدق الله العظيم اش تقصد يا صديقنا العجم ياسي العاجم اش تقصد اش تقصد لا المقاومة تجونا بصحيح والمقاومة والديمقراطية انت صوتت تحت ذري هذاك العمر 30 عام الجبير حقه يقول للسبسي يا جدي وقت استقال السبسي بالدبلوماسية بطل اولد اليوم السيد هذاء له مقاومة له ديمقراطية انت ما عشكون قولوا انه بوضوح يهزونا بلا فان قضايا حارقة هذه قضايا كرامة بتاع العرب قضايا وجودنا قضايا هوية هذاك عليش ما حر مش تطبيع مجرى مش تطبيع بانا معارفين روحي ماشيين لهذاك تتخيل وسي ولا نكمل على جماعة الاخرين انه كانوا يطبلوا السي سي لا خلوني السي سي سي يطبلوا اهو سي سي هاو عبدالناصر جديد هاو جاي هاو كذا قلنا لما روه ديكتاتوري روه عسكري روه يرضع في النظام الاخديم في مصر روه نظام مبارك وهما وسي مرسي عمل وثيقة تحت الحيط مش يبيع سينا وطن بديل للفلسطينيين حد هاو سي 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 ركب واحنا ما لو نقولنا انا وركب في قاطرة الخليج غير تقسيم متاع واحدين هذو ما كل اليوم التبقى السياسي في تونس ضروري بمفاهم الحكام يعملوا عقولهم ويراجعوا موقفهم يراجعوا قضية لبنان وحزب الله والمقاومة وقضية فلسطين خلينا نقولوا ويخائين شوية نبيل لراه ومنج موش نحاربوا الارهاب في تونس من غير وقوف العرب الكل مبعضنا وخاصة منها سعودية معنا نحاربوا حزب الله ارهاب ورحانوا حزب الله جايك ذايرها بش دخلك فيه ليه ما هوما ضد حزب الله هما بشي عاونونا ده نحن نجلو معهم هو بعياض مع سعودية ضد بعياض وقطر ضد بعياض وكليمشوا في سوريا توما كنونش شرحلوا فهم من هنا مشايخ متاع سعودية وقطر وفلوس سعودي وقطر وبجاه ربي خلوه وبلاد المكان شارك بفلوسه مع عائلة السعود هو جدودة كل تخطونا من الحكاية تخطونا بجاه ربي